السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وعيد فطر سعيد باذن الله وفرج الله قربة المسلمين في الاقصى وفي كل بقاع الارض النهاردة هنتكلم على الرلي والكونتاكتور وهنعرف الفرق بنا اهلا بيكم في قناة نورياس انا اسمي محمد يحيا بحاول اقدم الالكترونيكس والروبوت بطريقة جديدة وسهلة ومبسطة الكل هيفهمها باذن الله سواء كبير صغير متمرس او مبتدئ ان شاء الله باذن الله القناة تحصل على اعجابكم ويلا بينا على الفيديو بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرلي بيعتمد على الملف ونقاط توصيل ادي الموضوع كله الملف دوت اذا مر فيه طيار كهربائي بيتحول لمغناطيس المغناطيس دوت بيجذب المفتاح ده فبدل ما هو متوصل بالنقطة دي المفتاح ده هينجذب فهيفصل النقطة دي ويوصل النقطة دي ادي الموضوع كله يبقى الرلي هو عبارة عن مفتاح بفتح وبقفل بيه دواير عن طريق قيل او عن طريق مغناطيس او عن طريق اشهارة بتيجي بتشغل دايرة او بتفصلها ادي الموضوع كله الدايوت دوت اسمه والفلايباك دايوت والفلايباك دايوت دوت ليه مهمة ممتازة جدا ومهمة كبيرة اللي عايز يعرف ايه المهمة دي انا عمل فيديو في دقيقتين بيشرح الموضوع فهتلاقيه في الدسكريبشن تحت او هتلاقيه في المقترحات اللي بتظهر على فوق الشاشة يمين او شمال حسب انت اليوتيوب بتاعك عربي او الانجليزي ان الرلي عبارة عن زي ما اتفقنا ملف بيكذب بيكذب السويتش دوت يخليه يا اما بدل ما هو اشغل على المقطة دي يشتغل على المقطة دي ادي الموضوع يبقى بيديني اختيارين يا اما اشغل دي او اشغل المقطة دي طيب اذا كان الرلي مطفي فطبيعي الكهرباء هتمشي من هنا الهنا ده الطبيعي اخدوا لكم كلمة الطبيعي لكن لو الرلي اشتغل فالوضع مش هيبقى كده لا ده الوضع ان الكهرباء هتمشي من هنا وهتخرج من هنا فالطبيعي من غير كهرباء الطبيعي النديد مقفولة عشان كنا سموها الطبيعي مغلقة والطبيعي ان دي مفتوحة فسموها يبقى انت لما تيجي تشتري هتلاقي فيه فردة مشتركة وهي بالانجليزي وفردة طبيعي انها تكون مغلقة عشان كنا سموها وفردة طبيعي انها تكون مفتوحة عشان كنا سموها خلاص يبقى فيه عندنا فيه عندنا طرف طرف مشترك او طرف عام والطرف دوت بيغزي يا اما الطرف اللي طبيعي مغلق او الطرف الطبيعي مفتوح بس طبعا بعد ما الكويل يشتغل فهي ايه هيوصل فيه الطرف دوت ده برضو شكل تاني او رمز تاني هنا الكويل عملوا رمز مستطيل كده شوية مش شرط يبقى حسب الستاندر اللي انت ماشي به كان انجليزيا كان امريكيا المهم ان ده برضو كويل ودي برضو وهنا التوصيلة طبعا التلاتين هنا احنا عارف انها الكومون وواضح من هنا ان السبعة وثمانين ايه هي الفردة النورمالي كلوز والسبعة وثمانين فقط هي الفردة النورمالي اوبن وستة وتمانين وخمسة وتمانين هما اطراف الكويل دي اللي بيجي عليها الكهرباء لازم اخد بالي كويس جدا بقى او انا بشتري الريلي او انا بصمم دايرة لازم اخد بالي كويس جدا الكويل دي بتشتغل على كام يعني ما ينفعش مثلا اجيب كويل او اجيب ريلي الكويل فيه بتشتغل على مية وعشرة دي سي وانا ما عنديش المصدر مية وعشرة دي سي عندي الاربعة وعشرين دي سي فقط او او العكس او اجيب كويل اربعة وعشرين دي سي وانا عندي مصدر ميتين وعشرين اي سي لا لازم اخد بالي من الفولت بتاع الكويل وانا بقى منسق وابقى فاهم الريل اللي انا بشتريه كام بتاع الكويل بتاعته. الحاجة التانية المهمة برضو ان الدوائر دي ان ان النقطة التلامس التلات نقطة تلامس دول اللي هي مع اكيد بيمر في يوم تغاري الكهرابي. لابد ان النقطة التلامس دي تكون تستحمل التغاري الكهرابي اللي هيمر فيها اللي بتاعت الحمل. وهنشوف بالتفصيل اكتر. دي زي دي مسلا. انا هنا الكويل دي نفترض انها شغالة باثناشر فولت. نفترض انها شغالة باثناشر فولت. فالبطارية دي لازم تكون اتناشر. مجرد ان ادوس الكويل اللي اشتغلت وزي الفل. وابتدت سحبت المفتاح من السبعة وتمانين ايه? ودته للسبعة وتمانين. طيب اللمبة دي نفترض انها مية وعشرة دي سي. ويبقى لازم بطارية تكون كام? مية وعشرة دي سي. وبتسحب امبير. نفترض مسلا بتسحب خمسة امبير او ثلاثة امبير وتفرض كام امبير. المهم لازم اراعي ان نقاط التلامس دي تستحمل الامبير بتاع الحمل. وإلا النقاط دي هتسيح والريلي يضرب. يبقى انا لازم وانا بقى اشتري الرلي او بحطه بصممه في دايلة لازم اراعي الجهد بتاع تشغيل الرلي ونقاط التلامس بتستحمل كام امبير ويتناسب مع الحمل اللي انا هشغله. ارجع وافكر تاني ان الرلي بيوصل نقطتين بالاي بالنقطة الكمون يعني يا اما دي يا اما دي خلاص لان الكنتاكتور مش الرلي بقى الكنتاكتور هنشوف الموضوع ده مش موجود فيه. لو ايه يا اما يمين يا اما شمال? لا الكنتاكتور يا يوصل يا ما وصلش. مش هيوصل يمين يا يوصل شمال? لا يعني يوصل خالص يا ما يوصلش خالص. طيب ده برضو شكل تاني لنفس الكلام للريلي. ودي نفس الدايرة اللي فاتت بس بطريقة ملونة شوية وبطريقة يعني. ايدي شكل الريلي. وكده خلصنا كل حاجة عن الريلي. طبعا الاطراف بتاعته بيبقى عاملة كده زي دي بتبقى ما بتبقاش لها قاعدة مخصوص تركب فيها هنشوف شكل القاعدة. ايدي شكل القاعدة للريلي. ومن هنا بتقدر تربط كابلاتك. طبعا هنا بيباين واضح جدا ارقام بيبقى يعني بتبقى واضحة يعني انا مش باينة في الصورة لكن هي بتبقى واضحة الرقم كل رقم ومدلوله على الريلي بيبقى ايه ان كان نقطة توصيل كويل او ان كانت نقطة او كومون او نورمالي كلوز. خلاص كده? يبقى كده خلصنا. تعال بقى نشوف الكنتاكتور. الكنتاكتور هو هو الريلي بالزبط لكن الفروق بسيطة ولا تذكر. هقول لكم ازاي? اهدي الكنتاكتور. الكنتاكتور برضو هو عبارة عن كويل. وبرضو الكويل دي بتتغزى بكهرباء لوحدها. والكويل دي برضو بتشد اه مفتاح بيقفل نقاط مع بعضها. النقاط بيقفل النقطة دي مع دي. والنقطة دي مع دي. يعني ده كويل على كده شغال اهو اللوت بيلف اهو اهو افترض انها مطور ولا حاجة. بيشد النقاط بيقفل النقاط النقطة دي مع دي او النقطة دي مع دي او النقطة دي. النقطة دي بيسموها بول. فده ثري بول. تلات اقطاب بيقفلهم مع بعض. اه وطبعا الكنتاكتور بيشتغل في الاحمال الكبيرة. لان النحاس فيه كتير والكويل بتاعته قوية وبتشد بعزم جديد عشان تقفل نقاط التلامس بدون ما يحصل شرار او يحصل اي مشاكل. لان الاحمال بتاعة الكنتاكتورات بتبقى اعلى بكتير من الريليهات. يعني الريلي بيشتغل احمال خفيفة وصغيرة لمبة بش عارف ايه. اما الكنتاكتور بيشغل مواتير وبشغل شؤق وبشغل يعني بشغل حاجات كبيرة. ازا كنت حبيت تتحكم في الحاجات الكبيرة بتسحب انبير عالي. لان النحاس بتاعه كبير ومحتاج قوة جديدة في الفتحة والغلق. فبالتالي بيستخدم في عمليات الكنترول في اللوحات الكهربائية الكبيرة. طيب. مفيش مانع برضو ان الدراع اللي هو بينزل دوت ان انا اخد منه برضو واصلة. وخليه ينزل على نقاط صغيرة. نقاط الصغيرة دي ممكن استخدمها انا ككنترول او كمؤشر ان المطور ده اشتغل. يعني الدراع ده لو نزل هيوصل المطور. صح? صح. طب انا مثلا في مسافة بعيدة او في مكان بعيد. هعرف مين ان المطور اشتغل او بمعلقة دقة. هعرف مين ان الدراع نزل بالفعل. انا بعدت اشارة للكويل. قلت للكويل ايه? شد الدراع. وبدت وديت الكويل الكهرباء. فعلا الكويل خد الكهرباء. بس انا احضم ان الدراع نزل وتشد. فزي ما الدراع بينزل بيقفل دول برضو بينزل بنقفل نقطتين دول. النقط نقط دي ممكن انا اخر منها سلكتين على لمبة صغيرة. وهوصلهم عندي في الكونترول. او وصلهم عندي في الشقة. او ووصلهم عندي في مكان تاني. اذا لقيت اللمبة نورت هيوصلهم مثلا على النورمولي ايه النورمولي ايه? الناه اوبن دي. فاذا كانت لو اول ما كله دي تشتغل. البحيد ما يتوصلوا. اول ما يتوصلوا اللمبة عندي هتبان فانا افهم المطور اشتغل يعني دي كإشارة رجعة وانا بشتري الكنتاكتور براعي برضو حاجتين مهمين براعي الكويل بتاعة الكنتاكتور هيتشتغل على كام فولت تمام ان كانت اربعة وعشرين ان كانت مية وعشرة دي سي او اي سي ان كانت ميتين وعشرين اي سي هتشتغل على ايه بالزبط الكويل وبردو مقدار الجهد ومقدار الامبير اللي تستحمله الاقطاب يعني ده فور بول ده اربع اقطاب تستحمل امبير قدية عشان لو في مطور مثلا وبيسحب امبير عالي وانا وصلت اليه كونتاكتور صغير او بيستحمل امبير صغير الكنتاكتور هيسيح وهيبوز او او العكس لو مطور حمله صغير وجبت له كونتاكتور كبير عملاق يبقى انا كده بصر الفلوس على الفاضي فلازم اراعي الحكاية دي كويس يا رب في الشرح اكون وصلت معلومات تكون مفيدة وان شاء الله باذن اللي عنده سؤال سواء في الريلي او في الكنتاكتور يسيبولي في الكومنت ومشاركة العلم ثواب واجر ودعموكم المستمري بشير ولايك وسبسكرايب ده الحاجة اللي بتخليني اواصل واشكركم وعيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة